بعكس المعتاد جاءت الإنفروانزة الموسمية هذا العام بأعراض شديدة حيث مست كل فئات المجتمع خاصة الأطفال وكبار السن والسبب هو فقدان المناعة بعد تراجع عن تلقي اللقاح على مداري السنتين الماضيتين نظرا لأننا مرينا بفترة حوالي سنتين وان جائحة كورونا الناس لم يقحت ضد الزوكام الموسمي وكانت الناس تدير لابافات وكانت الناس تخاف رجعت فقدنا المناعة التي كانت عندنا تتاع الزوكام الموسمي لكل هذه الظروف خلت أن الزوكام الموسمي الأنفليونزة الحالي كان أعراض قوية وعدة ناس لمرضوا للأعراض قعدت حتى 15 يوم العودة للتلقيح ضد الإنفليونزة الموسمية إلى جانب تقيود المصاب بنفس الإجراءات الوقائية المتعلقة بكورونا على غرار التباعد وارتداء الكمامة خطوات مهمة ينصح بها الأطباء لمواجهة الفيروس لا يكون الإنسان عنده لقريب لازم يدير نفس وسائل الوقاية كما كانت كورونا يدي لابافات يقسل يديه ما يسعج قدام الناس ثاني يحب يجوز ما هوش فترة برك هذه حبي يجوز ماهو الصيف ترنكيل حتى السهر سبتمبر 2013 لازم يلقح باش ندخلو فترة عادية لازمنا سانتين وحنا نلقحو باش ندخلو فترة عادية كما لكنا قبل فترة كورونا يعود زكام الموسمي هذه المرة بأعراض شديدة ترافق المريض لأزيد من عشرة أيام والحل الوحيد هو الالتزام بالتلقيح الموسمي على مستوى الصيادلة أو المستشفيات اشتركوا في القناة